امرأة عاشت عمرها كله مع القرآن مرضة مرضة شديد بعد عمر طويل أخذوها إلى المستشفى ففي المستشفى نقلوها العناء المركزة الحالة صعبة وشديدة أسأل الله أن يشفي كل بريض مسلم وأن يعافي كل مبتلا مسلم فاشترطت على الأطباء لو الأمر حيوصل لنا حسيبي العناء المركزة وموت مش مشكلة عندي أنا ليه شرط المصحف محدش يبعد عنه فوافقوها في أول الأمر السبوع واثنين أقول لها حاجة معاك شي ينفع أنت جايبها أختي جنبك السرير لجنبك وهي تقرأ عليك وحضرتك تقرأ عليها حتى وهي في المرضة الشديدة مجغولة بالقرآن معاك شي ينفع يحك فبكت بكائن شديد قالوا خلاص ما تنشغلش بحد جنبك حضرتك تشتغل القرآن لوحدك على سريرك عشان التعب ما يزيدش عليك قالت حاضر وتقرأ كل يوم قديه عشر أجزاء كل يوم تتصور شيخ عم وهي بتقرأ وكان أخي اللحظة في حياتها وصلت عند قول الله عز وجل في القراءة والذين آمنوا أشد حبا لله الناس بيحكوا في العناء المركزة بقولوا ويفت عند الآدي وأحدت تكررها وسطها يعلم والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله قرابة العشر مرات وفي المرة العشرة خرجت روحها إلى الله والمصحف في إيديها فألسقته بصدرها عاوزيني يغسلوها اللي حصل ده عجيب لكن الأعجب ما قدروش يفكوا إيديها وياخدوا إنها المصحف يا الله ما قدروش يشيلوا المصحف من إيديها ومن على صدرها فاتصلوا على الأولى بقول ما شيخ نعمل إيه فالشيخ قال أجي شوف بنفسي فستروها إلا موضع المصحف كشفوه فقال للممرضة حاول تشيله يفكوا إيديها يمنش مال محدش إده فكانت فتوى الشيخ في النهاية ألغسلوها وخلوا المية جنبوا المية أنها تيجي على المصحف على كتاب الله واتفنوها في القب ومعها المصحف الشريف أنا بأتصور يعني دي امرأة نزلت القب ومع حجتها مع المصحف اللهم ارضخناها الصلاة اللي وابتنا على لا إله إلا الله يا رب العلاج فلكن أن تتصور نزلت القب ومعها المصحف أنا حنزل القبر معي إيه وحضرتك يا أخي حتنزل القبر معك إيه وانت يا أختي وانت يا أبي حننزل القبر ومعنا إيه دي عاوزة عاوزة نحن نقف ونتدبر يا أمة محمد يا أمة القرآن عودوا إلى القرآن اشتركوا في القناة